السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي اليوم سيكون عن 10 قنوات ممكن تقدر تعلم منها الطبخة بسهولة لكل البنات اللي هيا لسا مبتدئين يعملوا غير أكلات بسيطة القناة اللي أنا أقول لكم عليها من نهاردة دي حلوة جدا واسلوبها بسيط وسهل إن شاء الله تستفيدوا منها كتير يلا بنا نبدأ أول قناة معنا قناة مروى الشفعي هي شف أنا بحبها جدا هي دلوقتي بقت شفع على قناة النهار وطبعا معظم الناس أكيد عارفينها بس أنا كنت بتابعها من قبل ما هي تبقى سوفي على القناة ترقيتها حلوة جدا ترقيتها حلوة جدا في الشرح وبسيطة وسهل قوي بتوضح كل حاجة بالراحة ومعظم فيديوهاتها يعني الوقتها ما بيعديش ست دقائق خمس دقائق دقيقتين زي ما احنا شايفين كده بس وأنا تعلمت منها واستفدت منها كتير وإن شاء الله أنتو كمين تستفيدوا منها تاني قناة معنا قناة سنة أولى طبخ سنة أولى مطبخ أسفا سنة أولى مطبخ القناة دي برضو حلوة جدا ومميزة قوي كل الأكلات اللي فيها يعني أغلبية الناس عارفينها بس بيعملوها بطريقة مختلفة وحلوة جدا أنا جربت حاجات منها طلعت تحفة 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 وبردو معظم الفيديوهات أو كل الفيديوهات هما بتطاولش يعني مش من النوع اللي بيرغوا كتير وكده بيختصروا في الفيديوهات وطرقتهم مضحة جدا تالت قناة معنا قناة سماها تاستي قناة تاستي هي مش قناة عربية بس اللي بحبه في الفيديوهات بتاعتهم منظمة جدا وطريقة تصوير بتاعتهم تحفة حلوة قوي وبيوضح حاجات كتير يعني مش روحها بالتفصيل بالتفصيل المملة يعني حلوة جدا يعني بجد يعني أنا بارتح لما بسمع الفيديوهات بتاعتهم حتى لو مش هعملها بس بحب أشوف الفيديوهات بتاعتهم ربع قناة معنا مطبخ تيك تاك آآ برضو هي بتقدم وصفات سهلة جدا مناسبة للناس اللي هي مبتدئة اللي سنبتعرفش تعمل أي حاجة آآ معظم تركيزها على الأكلات المصرية وآآ ويعني وأسعارها أو تكلفة الحاجات اللي بتعملها اقتصادية جدا وهلأ قدل ايدي يعني خامس قناة معنا منال العالم او العالم مش عارف من العالم طبيبا طبعا هي مش محتاجة ان انا نعرفها هي شيف اردنية الاول آآ من اشهر شيفات العالم آآ بتقدم غير ان هي بتقدم حاجات للوصفات حلوة وللطبخ آآ بتقدم وصفات عربية وعالمية وبرضو بتقدم نصيح مفيدة جدا مش بس للطبخ كده بس هي شيف لذيذة قوي وأنا بحب طرقتها في في الشرح القناة اللي بعد كده اسمها مطبخنا السوري الحلوة قوي برضو للناس اللي هي حابة يعني تتعلم الاكلات السورية وكده في ناس مصريين بيحبوا يتعلموا الاكلات السورية عندهم صراحة حاجة جميلة قوي يعني معظم اكلاتهم حلوة حتى لو مش هتطبقوها بس هي بصراحة يعني حلوة بزيت الحلوات بتاعتهم وهم الحلوات بتاعتهم حلوة قوي انا ببعشق الحلوات السورية برضو طرقتها بسيطة قوي في الشرح وحلوة يعني القناة بصراحة تستفنونها كتير يعني للناس اللي هي حابة تعرف كتير عن اكلات السورية او حابة تجربها القناة اللي بعد كده دي بقى انا بعشق اتفرج عليها بعشقها 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 اسمها اسماء كوكس اسماء اسماء كوكس اسماء كوكس اسماء كوكس قناة مبهجب معنى الكلمة يعني كفاية بس انتخلوا تتفرجوا عليها كده طريق التصوير بتاعتها علوة قوي يعني انت لو دخلت من حلوة الفيديو اصلا هتنسي اي حاجة طريقة التصوير بتاعتها بجد حاجة كده وهم وبسيطة قوي في شرحها جدا فوق ما تتخيلوا وبتنجز بسرعة ما بتطور وبجد والله هتستفدوا منها كتير 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 يعني وكمان ما جمع الوصفات بتاعتها يعني مسلا نظفات الحاجات المكارونات والحلويات كل حاجة ومجمعها في كده فيديو بتعملها منفصلة بعد كده تجمعهم في فيديو واحد بجد حلو قوي بعد كده فاطمة ابو حاتي برضو معروفة جدا مش محتاجة ان انا اشرح اشرح فيها كتير يعني او اقولها انا حاجة هي برضو بقيت شيف دلوقتي في قناة بانوراما فود هي برضو لذيذة قوي وانا بحبت احكيتها جدا وبحبت طريقتها انا برضو كنت بتابعها زي مروا الشفعي من قبل ما يبقوا شيفات على قنوات وكده في التلفزيون اه طريقتها برضو حلوة جدا واكلتها بجد بجد حلو قوي تسلم ايديها بعد كده مطبخ ساسي بيرقم تسعة اه قناتها ما شاء الله يعني مليون ونص يعني مجد برضو حلوة وبتعمل حقيقة كتير للاولاد للمدارس ومعجنات وكل وصفات اللي انتم ممكن تتخيلوها هي بتعملها كلها حاجات جديدة واطبقها مميزة جدا بسرعة اخر قناة معنا قناة اكلاتي مع قلق الجبالي البنوتة دي برضو جميلة قوي وطريقتها برضو سهلة جدا وهي بتصرح طريقتها حلوة قوي في الصرح وبرضو بتاخدش وقت حتى لو بتلاحظوا فيديوهاتها دقيقتين تلاتة اربعة ما بدتش عن كده وكل حاجتها برضو يعني كل شرح الحاجات اللي هي الفيديوهات بتاعتها والوصفات كلها حاجات ما نستغنيش عنها يعني حاجات ممكن نشوفها سهلة بس يعني بيعملوها كذا طريقة حلوة قوي يعني كل واحدة وليها طريقتها ووصفاتها الخاصة بيها بس كل القنوات اللي انا قلت عليكم دلوقتي دي ليهم اسلوبهم الخاص بيهم وبجد حلوين جدا نستفدون منهم كتير ويا رب اكون في التوكو وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة